نفسينا عند الغضب وما نزعق لكمش واحنا زعلانين منكم فأنا بفكر في حاجة جات لي كده فكرة وانتوا قولولي الفكرة دي تنفع ولا لا مش أتخيل كده من الحاجة اللي مضيقاني حطيتها جوه بلونة وفرقة تا وطيارتها بايد عارفين البلالين هليم اللي بتصير دي لما بتسحي من إيدينا بتصير بايد فأنا ممكن أتخيل دلوقتي الحاجة اللي زعلتني مثلاً مثلاً من مريوما بنتي فأفتكرها كده وحطها جوه بلونة وانا مغمضة عيني كده واسيب البلونة تصير بعيد وبعدين أتخيل ان انا مسكة بلونة حلوة فيها الحل بتاع المشكلة بتاعتي اللي مزعلاني من مريوما وباخدها وبفتح عيني كده وبروح أديها المريوما وبقول لها تعالي يا مريوما نتكلم ونلاقي حل للمشكلة ايه رأيكو في الحل ده انت مقتنع بالحل ده طب انتوا ممكن تعملوا كده غمضوا عنيكو كده وكل واحد يفتكر اللي كان مضايقه ويتخيل كده ان الحاجة اللي مضايقاتي جوه بلونة والبلونة بتتخيل ايه تخيل جامد يا يوسف تخيل جامد أكتر حاجة مضايقات جوه البلونة ايه والبلونة طارت فرقعتها ولا لسه يا يوسف بس خلاص ضعفوا عليك يا يوسف اسحى بقى ازايك عامل ايه براو براو ايه يوسف ايوه انا مبسوطة منك جدا انت كده تخيلت المشكلة كل مرة تلاقي نفسك غضبان بدل ما تدرب اوكي خمد عينك وتخيل ان المشكلة حطيتها جوه البلونة وبتتير البلونة وفي الاخر فرقعت البلونة فتسحى ايه هادي اتفقنا تجي نعمل كده هتعرف تعمل كده انا مش هتعرف اه انت عملت هود الوقت كل مرة تعمل كده تاني لا ما تعملش تاني الوقت اعمل لما حاجة تخضبك لما حاجة تزعلك بدل ما تدرب حد اعمل القصة دي ايه رأيك ماشي ماشي فكرة جميلة برده فكرة جميلة شكرا والله يا يوسف شكرا شكرا كزي فرحتني والله يا يوسف طيب وانت سيبا يا ساني